السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشر المصري هنعملوا النهاردة في البرتمان وهيطلع معاك طعم ولزيز ومفلفل زي ما انت شايفة كده بص ما شاء الله عليه مفلفل جدا وطعمه فعلا طحفة بص هتعملين نهاردة بقى من غير مجهود ومن غير موعين ومن غير دربكة ومن غير اي حاجة كله كده على قلب بعضه كده وتروح يجاي حطا في الفرن يا السلام ويطلع معاك بقى طحفة وما تخافيش من اي حاجة ولا البرتمان هيفرقع منك ولا اي حاجة هتحصل بازن الله وهيطلع معاك طحفة 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 وده عن بقى لغسيل الموعين والدربكة والكلام ده كله بص البصل كمان حمرته كمان وعملت اللون بتاعه طحفة ازاي سهلة جدا وبسيطة يلا بنا وبسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف عملنا كل الكلام ده ازاي معانا بصلتين بشرطهم المبشرة وحطت عليهم ملح بس كده معلقة صغيرة ملحة هنا بقى جبت الطاصة حطتها على نور عالية وبعد كده جدت الزيت وبدأت احطه تمام اول بقى لما الزيت يبدأ يسخن معانا كده هكون طعم مجهزة معانا البصل هجاي حطان عليها على طول والزيت سخن تمام هسيبوا بقى او ما يبدأ يغض اللون كده معايا هنشوف هنعمل ايه البصل اهو بدأ يغض لون معانا اهو بسرعة بسرعة تروحي جاية شايلة عشان كل ما بستبيه في الزيت والنار مولع بيغمق اللون بتاعه فبسرعة بقى طف عليه وروحي جاية بسرعة شايلة من الزيت كده وصفيه كويس جدا اهو وفرزيه كده عشان خاطر ايه ما يمسكش في بعضه برضو انا هصفيه وروح جاية هتطفه الطبق على طول ولا حطه على ورق ملدي ولا حطه على ورق كرسات ولا ورق اي حاجة هو كده الصفة معايا وبص في وش ولا فتفوت الزيت احنا عملنا البصل الاول عشان خاطر الزيت ده اللي هنستخدمه النهاردة في الكشري يعني اي حاجة هعملها النهاردة في الكشري هستخدم الزيت ده بصي بقى بيخلي الكشري بتاعك زي بتاع بره بالزبط تمام هصفي كده البصل كده وهفرده كويس جدا في الطبق عشان ما يمسكش في بعضه كده ويقام كتل كده في بعضه لأ خليهم فرفة كان مع بعضه اهو فرفاتي كده تمام الخطوة اللي بعد كده بقى جبت الطاصة على النار وبعد كده هجيب شوية من الزيت بتاع البصل وسيبه يسخن على النار واروح الجاية بقى حط الشعرية بتاعتنا حط الشعرية بقى ونبدأ نحمرها وبرضو ايدك فيها يعني برضو ما تسبيهاش وتروحي كده ولا كده لأ احنا عايزين الشعرية بتاعتنا تبقى لون واحد زي كشري بنشتري من بره بالزبط بيتبقى الشعرية بتاعتي كلها لون واحد اهو هفضل اقلب فيها كده على النار عالية تمام بعد ما احمرت معي بقى جهزت كباية رز غسلتها وصفتها وروحت جاية نزلة بها على طول على الايه الشعرية وبعد كده كان معينا كباية عدس بجبه الكباية العدس بجبه دي انا نقعيها بقى لي ساعتين عشان خط اللي ما احطتها مع الرز والشعرين بتاخدش يسوي كتير وبعد كده بقى نحيق الرز بتاعنا حطيت بقى معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة ملح يبقى كده احنا احنا ايه حطينا كل البهرات بتاعتنا مش حطة اي حاجة تانية وكمان الرز عملناه بالزيت بتاع البصل يعني رحته وطعمه لذيذ جدا زي اللي بتشتري من برا بالزبط والله العزي ما يفرش عنه اي حاجة تمام بعد كده بقى جبنا البرتمانات قدت برتمانات يا ستي البرتمان ده طبعا موجود في كل بيت انا عملت معا قبل كده الفراخ في البرتمان كانت طحفة زي الكس الحراري بالزبط هنا بقى هنعملها النهاردة في البرتمان الكشري وهيطلع معاكم فلفل وطعمه لذيذ زي ما شفت في اول الفيديو كده كان مفلفل ازاي وده برتمان تاني كان عندي برضو فقلت اشتغل ايه في الاتنين المكارونا بقى معا نص كيلو مكارونا ومكارونا لسباكتة ومكارونا صغيرة هبدأ كده حط نص المكارونا هنا في البرتمان ده الاول كده حط الطويلة كده لسباكتة وكسرها كده ودخلها في البرتمان بتاعنا تمام وحط شوية كامل صغيرين يعني قسم الكمية بتاعتك حط نصها هنا ونصها هنا في البرتمان التاني تمام حفظة لحطي كيلو غاية لموصل لنص البرتمان عشان المعيير بتاعي ام ازبوط معايا تمام كده خلاص مش هحط خلاص مكارونا تاني كده حلو قوي كده جاب النص بالزبط هنجيب بقى الرز بقى الرز تمام كنا شوحنا على النار وسخن معينا هجيبه وابدأ بقى حط الرز بتاعنا بصي بقى لما شوحتيه كده في النار هتلاقيه بقى ايه الريحة بتاعته لذيذة جدا مع البهارات كده وزيت البصل ينهرب يطحفة حطي بقى كده في البرتمان بقى وما تيلاقيش من اي حاجة خالص سمي الله بس كده ويبدأي كده شوفي الطعم بتاعه في البرتمان عامل ازاي والشكل بتاعه طحفة ومفلفل وينخسل بقى حلل بقى ولا مواعين ولا الكلام الفاضي ده كله حطة البرتمان كي تخسليه كده على طول من غير تعب ولا مجهود هحطي بقى يوقيت للمكارونا هنا النص التاني تمام حلوة اوي كده اهو هنا بقى في البرتمان مكترتش المكارونا اوي اه قطرت الرز اكتر سبت المكارونا ايه يعني مش كتقل من النص شوية اهو حطت كده المكارونا خلص كده مش هحطي تاني وبعد كده بقى هكمل بقى كله بالرز ان الرز ده كان عندي كتير وما ينفعش الرز اسيبه هيبوز المكارونا عادي ممكن اسيبها مش يحصل حاجة يعني طعم مسلقتهاش واي حاجة يناية معيه واهم حاجة ان انت تكوني نقعة اللي عادس بجبه اهم حاجة خلي باكم النقطة دي عشان خاطر لما يجي يستوي يبقى السوى بتاعه زي وزي الرز زي العال الشعرية يبقى كلهم سوى واحد خلاص كده حطيت اهو هحطي الميا طعم او ما حطيت الميا مغلية معيه فالمكارونا طبعا ايه انكمشت كده وقلت شوية ففيد المكان قلت اذا نفيد المكان نكمل بقى ايه بقى الرز لفيد المعيه هو فيد المعيه مع علاقتين مش كتير يعني فقلت احطهم بالمرة ادم بقى الميا المغلية خلت الايه المكارونا قلت كده وانكمشت لتحت كده شوية فهنحط بقى ايه بقى الرز اه عشان خسور يعني نلم حاجة من النوم يعني مش عايز عام برطمان تالت يعني بقى كويس او برطمانين وماشاء الله عاملو كمية كبيرة هتشوف تلوقتي معنا زي الفل هجيب بقى وراء الزبدة طبعا خلي باك من النقطة برضو المية يا دوبك تغطي الرز ماشي متخلاش اكتر من كده يا دوبك تغطي الرز معاكي خلاص كده يا زي الفل هحط بقى وراء الزبدة بقى وفقها وراء الالموني وقفلها كويس جدا كده ودخلها الفرن بقى وبقى دخلها الفرن كده على الصاجة تحت الشعلة بالزبط هتزبوتي بقى درجة الحرار انا زبطتها على متين بتاع الفرن ده كهرباء زبطتها على متين وشغلت من تحت بس الفرن من تحت بس وقفلت عليها وسبتها سبتها طبعا لمدة ساعة الا ربعة ساعة الا ربعة واحتجا بقى ايه دخلت وبصت عليها هنا بقى قلت عام معاك كمان الصلصة حمرت البصلية وروحت برضو بالزيت بتاع البصل خلي بالك حطيته الاول وبعد كده اطعت بصلاق صلايا وروحت جاي حطة ايه التوماية وشوحتها بشوية كصبرة ماشي وقلبتهم تقلبتين كده وبعد كده حطيت سوس الطماطم هقلبها برضو تقلبتين كده برضو وحطت لها بقى رشة سكر عشان تكسر الحموضة كمان معلقة خل وكمون وفلفل اسود مش هحط ايه حاجة تاني بس كده دوي بقى احلى بقى صلصة بقى للكشري هقلبها تقلبتين كده واسبها على نارة عالية ولما تدى تغلي معيها هدى عليها النار واسبيها تستيوب راحتها هنا بقى الكشري انطلعتوا من الفرن اهو بص الجمال والحلوة شايفان فلفل ازاي هنشوف مع بعض كمان فاضيف الطبق كده ونشوفه مع بعض بس اهم حاجة اول لما اطلعين من الفرن طبعا بتبقى البرطمانات سخنة جدا 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 فاول لما تطلعين من الفرن خليباك من النقطة ندي حجاية مسكة كويس جدا كده بفوطة وكمان تحطيه على طبقه ما تحطهوش على الرخامة ان الرخامة ساعة فممكن ان البرطمان ينفجر منك فحطيه كده على طبق كده احسن وامان لك يعني هنا طبعا فضيت الرزة هو زي ما انت اهو شايفها بصي هو لزق مني سنة صغيرة هي سنة صغيرة بس الحمد لله الحاجة كلها نازلا فلفلة وجميلة جدا زي ما انت شايفها اهو كل هو قدامك يعني فضيت البرطمانات قدامك وعملت كل حاجة قدامك اهو ده بقى ما شاء الله طبق كبير على فكرة مش صغير الكاميرا مش جايبه قوي وانا مش مقربة عليه قوي بس ما شاء الله هو كبير والبرطمان التاني ماردتش بقى فضيه انه طبعا تمه هو في البرطمان كده هو سخن واحتفظ بالسخنية بتاعته لو فضيته كده هيبرد فانا قولت ايه لأخليه زي ما هو ولما ناكل ده وانفض التاني شايفها شايفها وماشاء الله نفلفل الزاو المكونا بتاعته الواحدة بوحدتها والشعرية والرز واحدة بوحدته والعاتس والله العظم مستوي مستوي وطعم وطحفة ولذيس جدا والسلسة عليها بقى والبصل المحمر يا سلام لو عايز حط حمص بقى براحتك نجيبهوش ونحطه على الكشري حمنا اكله الكشري كده بس بنحبه كده يعنى عينش بيحبه خلص الحمص اهو طريقتها سهلة وبسيطة ولا تعبنا نفسينا ولا خدنا وقت ولا اي حاجة وبص مفلفل ازا انا كنت جاء عنا بقى ومقول لكم اش بقى مصدقت خدت معلقة واعدت اكل يا رب الطريقة بتاعت الكون عجبتكم سهلة ولزيزة بعد كده بقى انا قلت اعمل معاكم برضو الدقة يعين انت لو حابين تكملوا معايا الفيديو يبقى جزاك الله خيرا ربنا يجعله في نزال حسناتك يا رب عملت هنا الدقة عملتها طبعا على البارد حطيت معلقة طم صغيرة وبعد كده حطيت عليها تلات لامونات ومعنا كوباية مية ومعنا كمان ربع كوباية خل ماشي كده وحطيت بقى معلقة صغيرة كمون وكمان معلقة صغيرة كركم وكمان حطيت الملح بس كده هقلب بقى كل الكلام ده كده خلاص الدقة خلصت احنا نحب ناكلها كده على البارد كده ماشي كده خش بقى على الشطة الشطة بقى معانا معلقة صغيرة طوم والزيت بتاع البصل وحطيت على الشطة وروح تجاه حطاهم على النار كده مع بعض اقلبها كده لغاية الشطة كده حسي لايه ايه بدأت تحمر معي كده هروح جيه حط عليها نص كوباية مية وحط لها الكمون والملح وبس كده كده خلاص الشطة جهزة معنا ما تنسونيش بقى باللايك 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 عليكم ان شاء لك بيرفع الفيديو وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته